القيادة هي واحدة من أكثر الموضوعات التي تناقش في مجال الإدارة والتنمية الشخصية. يعتبر كتاب القيادة أحد الكتب الأساسية التي تقدم رؤى عميقة حول مفهوم القيادة، وكيف يمكن للأفراد تطوير مهاراتهم القيادية لتحقيق النجاح في مجالات مختلفة. سنقوم بشرح وتحليل محتوى كتاب القيادة، ونستعرض الأفكار الأساسية التي يقدمها المؤلف لتعزيز فهمنا لمفهوم القيادة الفعالة. في بداية الكتاب، يعرف المؤلف القيادة بأنها القدرة على التأثير في الآخرين لتحقيق أهداف معينة. هذا التعريف يشير إلى أن القيادة ليست مجرد منصب أو دور معين، بل هي مجموعة من المهارات والسلوكيات التي يمكن لأي شخص أن يطورها بغض النظر عن منصبه أو موقعه في الهيكل التنظيمي. أنواع القيادة يستعرض الكتاب أنواع مختلفة من القيادة، منها القيادة التحويلية والقيادة التبادلية والقيادة الخادمة. تتميز هذه القيادة بالقدرة على إلهام وتحفيز الأتباع لتحقيق تغييرات إيجابية كبرى في المنظمة. يركز القادة التحويليون على الرؤية المستقبلية والتغيير الشامل القيادة التبادلية تتعلق هذه القيادة بالعلاقات التبادلية بين القائد والتابعين حيث يكافأ التابعون بناءً على أدائهم وجهودهم يركز القائد التبادلي على الأهداف القصيرة الأجل والتحفيز من خلال المكافآت والعقوبات القيادة الخادمة يتمحور هذا النوع من القيادة حول خدمة الآخرين ووضع احتياجات الفريق أو الأتباع قبل احتياجات القائد نفسه يركز القادة الخادمون على تمكين الآخرين ودعم نموهم وتطورهم سمات القائد الناجح يخصص المؤلف جزءاً كبيراً من الكتاب للحديث عن سمات القائد الناجح وفقاً للكتاب، هناك عدة سمات رئيسية يجب أن يتحلى بها القائد الفعال الرؤية القدرة على وضع رؤية واضحة للمستقبل والعمل على تحقيقها 2. الثقة بالنفس القائد الناجح يجب أن يكون واثقاً من قدراته وقراراته 3. الذكاء العاطفي القدرة على فهم وإدارة العواطف سواء الخاصة أو عواطف الآخرين 4. الاتصال الفعال مهارة التواصل بوضوح وفعالية مع الفريق والأطراف المعنية 5. التفكير الاستراتيجي القدرة على التخطيط طويل الأجل واتخاذ قرارات مستنيرة 5. القيادة والتغيير يشرح الكتاب كيف يمكن للقادة إدارة التغيير بفعالية داخل المنظمات 6. التغيير أمر حتمي في أي منظمة 7. ومن المهم أن يكون القائد قادراً على قيادة التغيير بطريقة تقلل من المقاومة وتزيد من قبور الأعضاء 8. يبرز الكتاب أهمية إشراك الجميع في عملية التغيير وتوضيح الفوائد المتوقعة 9. القيادة في الأوقات الصعبة القيادة تظهر بشكل أكبر في الأوقات الصعبة 10. يركز المؤلف على كيفية تصرف القادة في مواجهة الأزمات والمشاكل الكبيرة 11. يشير الكتاب إلى أهمية التحلي بالهدوء والحكمة والقدرة على اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة في نفس الوقت 12. كما يؤكد على ضرورة الحفاظ على الروح المعنوية للفريق والاهتمام بالجوانب الإنسانية 13. بناء فرق عمل قوية أحد المحاور الرئيسية في الكتاب هو كيفية بناء فرق عمل فعالة 14. يتحدث المؤلف عن أهمية اختيار الأفراد المناسبين وتوزيع الأدوار بشكل يتناسب مع مهارات وقدرات كل فرد 15. كما يشدد على ضرورة تعزيز التعاون والتواصل المفتوح بين أعضاء الفريق 15. بالإضافة إلى تقديم الدعم والتوجيه المستمر 16. دور القيم والأخلاقيات في القيادة لا يمكن الحديث عن القيادة دون التطرق إلى القيم والأخلاقيات 16. يصلط الكتاب الضوء على أهمية أن يكون القائد مثالاً يحتذا به في الالتزام بالقيم الأخلاقية والمهنية 16. القائد الذي يتمتع بنزاهة وشفافية يكتسب احترام وثقة الأتباع مما يعزز من فعالية قيادته 16. القيادة الذاتية القائد الفعال يبدأ بقيادة نفسه قبل أن يقود الآخرين 17. يشرح الكتاب كيف يمكن للفرد تطوير قيادة ذاتية قوية من خلال تحديد الأهداف الشخصية والعمل على تحقيقها 18. وإدارة الوقت بفعالية والتعلم المستمر 18. القيادة الذاتية تتطلب انضباطاً عالياً واستعداداً للنمو والتطور 19. في الختام يقدم كتاب القيادة مجموعة شاملة من الأفكار والنصائح التي يمكن أن تساعد الأفراد على تطوير مهاراتهم القيادية 20. القيادة ليست موهبة فطرية بل هي مجموعة من المهارات التي يمكن تعلمها وتطويرها من خلال التدريب والتجربة 21. القائد الناجح هو الذي يستطيع التأثير في الآخرين وإلهامهم لتحقيق الأهداف المشتركة 22. وقيادة التغيير بشكل إيجابي 23. يقدم الكتاب رؤى عميقة حول كيفية تحقيق ذلك من خلال الالتزام بالقيم والأخلاقيات 24. وبناء فرق عمل قوية والقدرة على إدارة التغيير والأزمات بفعالية 25. من خلال تطبيق هذه المبادئ يمكن لأي شخص أن يصبح قائداً ناجحاً ويساهم في تحقيق النجاح والتميز في مجاله 26. من خلال ازمت تغيير إيجابي هؤون تغيير النجاح